فنيا بقى؟ لأ لأ لسه لديه عنده مشاكل كتير اه وفنيا كتير اوي اه هنفضل نكرر نقص عدد وإصابات وغيابات وضغط مباريات كل ده مبرر واضح ولكن لأ اللعيبة عندها مشكلة في القرارات صناعة الهجمات الكتيرة مش موجود اه النهاردة شوزة تاني تحديدا لما نزل وليد سليمان وليد سليمان وبس وليد سليمان وبس وكان معاه شوية علي معلول وبس هو اللي عنده روح هو اللي عنده حماس هو اللي مصمم هو اللي مصر الباقي كله بحيث ان لعيبة الاهلي مستسلمة للوضع في مشكلة عند لعيبة النادي الاهلي ربما نفسية ربما فنية ربما بدنية ربما التلاتة في مشكلة طيب ديكاردوس والش هفضل عند رأيي انه لا يا جوز محاسبة الراجل فنيا دلوقتي ولا يا جوز انك بسرعة تقول انه فشل مع الاهلي ملحقش عند المباراة في الظروف الصعبة دي ما تقدرش تحكم على حد لما تديره الظروف المهيئة بمعنى لا ممكن مثلا اجي اقولك والله يتعالى ديري ديري الشركة بتاعته فانت دخلت الشركة ما لقيتش موظفين فانت دخلت الشركة ما لقيتش امكانيات اجهزة كمبيوترات وحاجات كده مثلا فجيت قلتلك هو انت كمدير ما نجيحتش ليه هتقولي ما انا مش لاقي حاجة اشتغل بيها او انا هشتغل ازاي ما فيش موظفين ما فيش اجهزة مثلا فما اقدرش حسبك الا لما اديك الحاجات دي كلها وساعتها شوف ادارتك كايت جيدة ولا لا ده الف بيقدار طيب بس فيه بقى حاجات تقدر تاخدها على سوارج دلوقتي ايه هي انه انا مش حاسس انه فرض شخصيته على الفريق انه مش فرض شخصيته على اللعبين انه في بعض الاحيان بحس اللقيت لقيت تسرح في الملعب وهو مش بيفوقهم انه طرق اللعب ما عندوش فيها مرونة كتير انه يقدر يحول الطريقة فجأة عشان الامور صعبة ومتقفلة فيخلص فيه شوية تفاصيل ممكن تتعامل دلوقتي بس هفضل الف مرة اقول مش مسؤول مسؤولية كاملة طيب تفرق بقى في شخصيته وتفرق انه مش فاهم انه الظرف صعب بس معنا انك بتشتغل في الظرف صعب انك تحاول تدي حلول ابداعية اكتر يعني ايه هو مش مريح بنسبة 100% بس ما تقدرش تحكم عليه للأسف تقدرش يعني او راجل لمشي لنهاية الموسم هقول لك انه كان يعني مش هقدر اقول انه فشل وانجح معلات مش هقدر حتى لو مشي او قعد ما عارفش يعني لازم تهيأ ليه الظروف الاول عشان ساعتها يتحسب لعبت النادي الاهلي هي اللي عليها لوم كبير بصراحة كبير الظروف الصعبة دي كانت محتاجة بقى لعب النادي الاهلي لعب النادي الاهلي التاريخي الاسم يعني اسمه لعب النادي الاهلي لعب النادي الاهلي ده ينزل ياكل نجية لعب النادي الاهلي انه ما يسيبش البطولة اللي في اخر لحظة بس حسيت كده النهاردة انه فيه رامي للفوتة مش يعني خلاص الامور صعبة ليه تالامور في يدك ولسه اه مش في يدك قوي يعني عشان الزمالك مضاعف فارق دلوقتي بقى فارق بسبع نقاط عن الاهل لو كسب المباراة اللي فضل له الاهلي وفارق بسبع نقاط عن بيرامز كمان بس الاول اكسب كل مباراةك وبعدك هشوف اللي هيحصل اكسب انت كل مباراةك وبعدك هشوف اللي هيحصل لو سألتني عن رأي هقولك انا لو مكان الجهاز الفني ولجنة التقطيط وقدارة النادي الاهلي محتاج انت بقى المباراة اللي جاية تبدأ تدفع بلعبين شباب تبدأ تشوف لعبك الشباب تشوفهم كده هيكملوا معاك الموسم مين هتستفيد منه الموسم اللي جاي مين ممكن يفيه دك صفقة جديدة وكأنه صفقة جديدة يعني مين تقدر تستغله دي فرصة ذهبية وريح وريح اللاعبين اللي استهلكوا تماما ريحهم بقى ديهم انت فترة راحة سلبية كده ديهم فترة راحة سلبية ريح بقى خالص عشان ترجع لي زي ما انت ترجع لي عمر السلية ترجع لي حمد فتحي ترجع لي آليو الجنج ترجع لي علي معلول ترجع لي محمد الشناوي لعب اللي أنا بابني عليها ومؤسس بيها اديهم راحة سلبية هتقولي ده معنى يعني ده راح لأ مراحش بس ده مش معنى برضو اللعبين الشباب اللي هينزوا يلعبوا دول مش هيبقوا بيعرفوا يلعبوا واللعبين الشباب اللي هيلعبوا مش هيلعبوا غالباً أسوأ من اللي بيحصل دلوقت فجرب يعني جربوا ريح عشان تستفيد الموسم اللي جاي عشان ما تخسرش الموسم ده وتخسر الموسم اللي بعده دي النصيحة يعني